في سياق عرضة الجزائر استضافة الاجتماع الثلاثي المقبل للجنة متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمشروع انبوب الغاز العابير للصحراء نص محذر المحادثات بين الجزائر والنيجر في مجال المحروقات الموقع من طرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ونظيره من دولة النيجر صحابي عمارو الأربعاء كدع لمواصلة الاجتماعات التنسيقية لدراسة مختلف جوانب المشروع وكذا الاطلاع على مدى تنفيذ القرارات المتخذة في اللقاءات التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا